قتلى وجرحى وتحليق للطيران وتعزيزات عسكرية في شبوة المحافظة التي شهدت تصالحا وهدوءا نسبيا بعد تعيين محافظها الجديد منذ تحرير آخر معاقل الحوثيين ومعاقل تنظيم القاعدة الإرهابي لم تشهد المحافظة توترا ولا مواجهات عسكرية دامية بهذا الحجم فبعد أربعة أيام من لقاء قيادات في النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات بقيادة المجلس الانتقالي أداة الإمارات في عدن أندلعت اشتباكات في شبوة بين قوات النخبة الشبوانية وقبائل السادة في هجر مرخة أهالي قرية هجر تفاجأوا بهجوم قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات فجر الجمعة بحجة البحث عن أحد إفراد تنظيم القاعدة ما دفعهم للرد دفاعا عن أنفسهم تقول المصادر إن المواجهات خلفت 12 قتيلا وعشرات الجرحى من الطرفين من بين القتلى جلال بن عجاج قائد قوات النخبة الشبوانية محوري بالحاف المواجهات توقفت بعد نجاح وساطة قبلية مساء الجمعة غير أن استمرار تعزيزات قوات النخبة بعد الوساطة كاد أن يودي بالهدنة ويعيد الاشتباكات لو لا تدخل وزير الداخلية الميسري بتشكيل لجنة لإحتواء الأزمة والإشراف على وقف إطلاق النار مواجهات شبوها الأخيرة يرى مراقبون أنها محاولات إماراتية لجر المحافظة التي تشهد إجماعا وتصالحا مجتمعيا وسياسيا إلى مربع فوضى عدن ولإفشال المحافظ الجديد الذي نجح في توجيه الجهود والقوى السياسية لخدمة توجهاته فبعد تعيينه هدأت تحركات اللواء أحمد مساعد حسين الميدانية وأبدى الشيخ القبلي صالح بن فريد العولقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي دعمه وتأييده لبن عاديو